تلك الألوان الزاهية هي ليست بألعاب أطفال ولا بألوان إصطناعية رشت على أكواز الذرة بل هي ذرة حقيقية تسمى الجوهر الزجاجية والتي تزرع للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي محافظة الكرك بالتحديد هذه الذرة طبعا نوعها نادر وهي ملونة وفي لها صفات بتميزها كثير هذه الذرة موطنها الأصلي هي الولايات المتحدة الأمريكية قدرنا نبحث ونحصل على بذور نقية حتى نقدر نجرب ونزرعها هنا في الأردن حتى تكون ملائمة للظروف البيئية وظروف الأرض لدينا في المملكة طبعا فكرة المشروع نوع من الإبداع وحتى نجد فرصة عمل أن نشتغل فيها كشباب مبدعين وطموحين لدينا في الأردن تستعمل الذرة الملونة أو كما يطلق عليها ذرة القوس قزح في صناعة الحلوى والبسكويت وجميع الأطعمة التي تدخل فيها الذرة كنت أبحث عن عمل بس للأسف ما أتوفر لنا عمل وقبل أربع سنوات بلشت نبحث عن مشاريع ريادية من حيث أول شيء نكسب الرزق وثاني شيء نوفر لنا عمل لحتى تمشي حياتنا طبعا بلشت هذه الفكرة أنه فكرة إبداعية لأول مرة في الشرق الأوسط اللي هي الرينبو كورن أو الذراء الزجاجية الملونة تمتاز هذه الذرة بندرتها في العالم حيث أنها بلدها الأم هي الولايات المتحدة الأمريكية حاولت دول كثيرة تزراحها بس ما توفقت في هذا المجال طبعا الأردن شحيح بالمئة هذه الذرة تتميز بأنه نسبة استهلاك المياه أقل مقارنة مع الذرة الصفرة تم استيراد بذور الذرة الملونة من الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من ثمنها البقى إلا أن حب الابتكار والعمل على خلق فرصة عمل كان هم الدافع الأكبر في إنجاح المشروع